أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن قمة قادة الدول مجموعة العشرين المقرر عقدها تحت رئاسة خادم الحرمين شريفين تهدف إلى المضي قدما على قطى روح التعاون والتضامن خصوصا في ظل أزمة عالمية تعصف بالاقتصاد والصحة مشيرا إلى نجاح القمة الاستثنائية لقادة المجموعة التي عقدت في تاريخ السادس والعشرين من مارس الماضي التي وحدت جهود الأعضاء بهدف وضع استجابة فورية وفعالة ومنسقة لمجابهة جائحة كوفيد ناينتين أبين الجدعان أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أطلقت المبادراء التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي أتاحت للدول الأكثر فقرا في هذه الفترة الحرجة تأجيل سداد 14 مليار دولار أمريكي من الديون المستحقة عليها هذا العام والاستفادة من هذه المبالغ لتوظيفها في مواجهة الجائحة ترجمة نانسي قنقر